الموضوع اللي حصل مع الأهل والزمالك وحتى خسارة برامتز الأخيرة من نادي الأهل بسلسية رغم أنهم من المفترض ندول أكبر تلت فرق دلوقتي موجودين عندهم أفضل اللاعبين في الكرة المصرية لا مستوى يزعل مستوى يدايق آه في أخطاء فنية من المدربين في لعبين كانوا ممكن النهاردة مش في أفضل حالاتهم في لعبين مبارح ما كانوش في أفضل حالاتهم بس احنا بنتكلم في حاجة عامة الحاجة العامة بتقول احنا بنتحك على نفسنا مش دعوة للكيابة تاني أنا مش بقلل أبداً من أي اسم أنا نفسي نوصل للمرحلة أن يبقى عندنا 30 و40 محترف الراجل قال له سكيروش قال لك لأ أنا هروح هاخد تسعة محترفين بيلعبوا بقى فوق ربما بيلعبوش أسماء كبيرة مش أسماء كبيرة أنا هاخد تسعة المحترفين عندكم هاخدهم ليه؟ هو فهم وعرف أن احنا عندنا لسه نقص كبير في بعض الأشياء في التدريبات في الإمكانيات الزهنية الفنية البدنية أنتوا هنا هو أعتقد يعني شايفنا فرحانين بالنجوم عشان على السوشيل ميديا بيطلعوا أبطال والجمهين بيطلعوا اليوم أعظم لعبين عشان كده احنا يعني إيه كلنا نقول هو إزاي ما خدش فلان وخد علان وإزاي فلان ده ما يتخدش هو الراجل بيبص بنظر احترافية مختلفة تماماً مختلفة تماماً نوصل لده إزاي في رأيي وده برضو زي ما قلت لكم هابت حبيب النقاش ده رأيي اللي مش شرط يكون صح أنا هفتح فيه باب النقاش في وقت من الأوقات يعني في حلقة من الحلقات عشان نوصل لحل حقيقي أو نحاول نوصل لحل حقيقي بدل ما يبقى اسمه كلام مرمي وعايم وخلاص إنه في مرة نفكر خارجي الصندوق هو إحنا مش كتير قوي قلنا ماينفعش نفتح باب لاحتراف قوي في الكرة المصرية عشان ده هيدر بمصلحة منتخب مصر طيب هو يعني لما ما فتحناش باب لاحتراف باب لاحتراف اللاعبين الاستراد مش التصدير عليك سأكلمك على التصدير بس أكلمك على الاستراد يعني بسأل أهلي تلاقي فيه عشر أجانب الزمالك فيه ثمان أجانب برامز كده طيب إنت هتشوف من الوهلة الأولى الكلامي ده إنه ده ضرر على الكرة المصرية مش هنلاقي لعبي لعبين ينضموا لمنتخب مصر وهو المنتخب استفاد لما موضوع الغلق الشوي النسبي مش الكامل على المحترفين المنتخب استفاد طيب هل الغلق النسبي ده طلع لعبين مصريين للاحتراف الخارجي العكس يعني ما عملش ده طيب الحل إيه ما تفتح خلي الأهل والزمالك يجيبوا لعيبة زي ما عايزين اللي عنده اللي معاه فلوس بيرامز يجيب اللعيبة اللي هو عايزها من أفارقا وخدوا بالكوا لو طلع بره في السوق بره في السوق يعني النهار ده سان داونز كان عنده لعيب من سلوفاكيا ممكن تروح بقى في حتة في شرق وغرب أوروبا تقعد بقى تنقي اللعيبة من أوروبا كمان يبقوا موجودين في الدولة المصرية بأسعار أقل من اللعيبة الأسعار أقل من اللي بياخدوا اللعيبة المصريين هيحصل إيه ركز معاي هي مجرد فكرة على فكرة ومحتاجها دراسة مش هنفذها بكرة ممكن يبقى لها بعض الجوانب السلبية بس أنا بقولك الجوانب الإجابية منها لحد ما نشوف هيحصل إيه إنه اللاعب اللي هيبقى موجود مصري هيبقى موجود في عندية الوسط فاللاعب المصري ده هيحاول كل شوية يعلي في مستوى جدا عشان يبقى قريب من اللاعبين الأجنة دي بالأهل والزمالك بيجيبوهم فهيعلم المستوى هيتعلم من اللاعبة ديت أصلا تمام مش بس كده هيبقى عنصر أساسي في منتخة مصري يعني هتلاقي منتخة مصري دي منتخة بإنجلترا منتخة بإنجلترا العناصر الأساسية فيه مش هتلاقيه من الأندية الصفة أو الأندية أندية الصف الأول من إنجلترا لا أندية الصف الأول في إنجلترا هتلاقيهم كلهم محترفين من خارج إنجلترا أو معظمهم يعني فهياخدوا من أندية الوسط ان شاء الله من الدرجة التانية فتلاقي بعد كده لعبين بيحترفوا خارج انجلترا او بيروحوا الفرق كبيرة في انجلترا فانت يبقى عندك لعبين مصريين بيطلعوا برا مصر كتير عشان كمان هم انديتهم اللي في الوسط دي مش هتمسك بقى في انا عايز 6 مليون دولار 7 مليون دولار عشان يسيبه يطلع لأ ده لو جاله مليون دولار هيوافق انه اللعيب بتاعه يطلع في اوروبا ومش هيفرم مع النادي وسط ولا النادي اه في الكومة احنا عندنا اللعيب اللي بيلعب في الاهلي والزمالك لو قلت له انت بكرة رايح في فريق في دور دور السويسري في منتصف الجدول يقول لك لا لا ايه الكلام ده والنادي نفسه يقول لك لا عيب يعني هوايسيبه examالك ويطلع في نادي فاسخة الجدول في الدور السويسري ده بيهزر لن مش عارف ام تينادي ما يطلع ما يطلع في اي نادي في اوروبا ويبدأ يتدرك هتبقى العينة عليه احسن يعني لو هيلعب في الدور السويسري زي صلاح وزي النني لو هيلعب في الدور السويسري هيروح ألمانيا هيروح أسبانيا هيروح إنجلترا هيروح إيطاليا هيطلع أحسن ما يبقى موجود هنا معانا وعايشين بيه انت عندك لعبين حضرتك بتقول عليهم دول أعظم لعبين في تاريخ الكرة المصرية مفيش نادي في أوروبا بص لهم مش بص لهم عشان هم وحشين أم أصدش سكوت أو إهانة عشان هم ما شافهمش أصلا هم يعرفهمش يمكن لو شافهم كانوا تلعوا ومحمد الشناوي ده مش كان المفروض يطلع في أوروبا من بدري مثلا طريق حامد من بدري كان المفروض يطلع في أوروبا بيكلمك من بدري مش دلوقتي خلاص الناس دي كبرت في السن بس اللعبة دي لو تشافت من بدري كان هيبقى عندنا كام لعب محترف كان هيبقى عندنا كام لعب عظيم إحنا عندنا مشكلة اللي إحنا قفلين الدائرة على نفسنا مش عايزين نطلع منها وكل شوية إحنا منتخب كبير إحنا عندنا أعظم عن دياع بالمناسبة بالمناسبة رغم كل اللي أنا قلته ده اللي يبدو سلبي أو يبدو حاجة تقلق بس أنا بس بحاول أحط إيدي على الجرح اللي زعالنا النهاردة ومبارح إحنا ستيل أكبر منتخب خد كاس الأوام الأفريقية إحنا ستيل عندنا أكبر نادي واخد بطولات أفريقية النادي الأهلي فأنت في مكانة كويسة بس أنت في الأرقام دي والأرقام الكبيرة دي واخدها عشان باقي الأندية اللي في الكارة الأفريقية مثلا ميطلع لعبية كلها بره لعب الصف الأول لوما الكلاس إيه كلهم بره بلدهم والسؤال بصراحة يعني هي غنيا الاستوائي دي بتطلع كم لعب كل سنة يحترفه غنيا بالساوي دي بتطلع كم بوركينا بيطلعه كم لعب يحترفه لعني طلع إحنا كمان ما نفضلتش كل شيء نقول إحنا منتخب محليين والمحليين هم اللي خدوا أعظم إنجازات للكرة المصرية يا جماعة الكلام ده خلاص خلص الدنيا بتتغير إنت حضرك لما بتجي تفرج على بطولة أوروبية بتقول لا لا ده مستوى تاني خالص لما تفرج على محمد صلاح بتقول لا 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 ده فارق خالص على أي لعب ده محمد صلاح خرج النهاردة إصابة خفيفة قلبنا وقع إن شاء الله هيبقى جاهز وممكن يلعب مغراط أرسنة كمان يوم الأربع بس قلبنا وقف ليه؟ ما أنت ما عندكش اتنين محمد صلاح هو واحد منتخبات تانية لأ عندهم أي لعب هيتصاب في غيره وغيره وغيره هيتقدر يعدوا بيه لكن احنا رميين كتفنا على محمد صلاح وسندين لا أنا عايزي معندي عشر لعبين في المتخب أحمد حجازي إتصاب إيه ده مين هيبقى مدفع مكانه أكرم توفيق اللي هو أصلا بيلعب في مكان مش مكانه هو مين هيبقى مكانه صح؟ كتير ليه؟ بلد كبيرة ده شعب كبير عندية كتيرة عدد لعبين مهول مش عارفين نطلع محترفين كتير عشان احنا مصممين نقفل على نفسنا وندي الفلوس اللي مفروض تدفع في أوروبا هنا في مصر في الدور المصري يعني انت بتنافس على الدور المصري فانت مضطر تدفع عدد ملايين من الجنيهات والدولارات ضخمة جدا عشان تاخد الدور لا انت ممكن تاخد الدور بشباب أصلا شباب فرقتك لكن انت بتاخد أو بتدفع الملايين دي عشان عندك أهداف أكبر يعني مثلا فريس سان جرمان بغضى ناصر انه خرج خروج مهين قدام ريال مدريد بس راح دفع ملايين عشان ياخد دوري أبطال أوروبا ما عارفش بس هو بيدفع الملايين دي عشان دوري أبطال أوروبا مش عشان ياخد دوري الفرنسي كيف هياخد دوري الفرنسي بس بيدفع الملايين دي عشان ياخد دوري أبطال أوروبا تشيلسي منشستر سيتي منشستر سيتي بيدخ الفلوس مش طبعية عشان هدفه ويوصل لدورة فيه حاجة معينة عايزة وصلها مش عشان بنفس في حد نفس القصة بقى الهاتف مديد وبرشرونة بس انت بتصرف الفلوس دي كلها على مين وليه ومين ده البطل عشان عشان شوطة حلوة عشان رقص ترئيسة حلوة بس ده فيه لعبين يا جماعة في الكرة المصرية مش هسمي دلوقتي وقبل كده مش دلوقتي بس عشان لقطة عشان مباراة لعبها حل لحال الوقتي اسمه عظيم عظيم ومين يقولك الفلاني فلاني من اعظم اللاعبين اللي لعبوا للنادي الفلاني ليه عشان لها ماتش طب عمل ايه مع المتقل عمل ايه انجازاته في حياته ما بيبقاش عمل حاجة فاحنا برضو بنقفر في الاشادات على فجأة كلنا وانا ممكن اكون واحد من دول بدون قصد يعني بس احيانا بنبالغ وفي حياة الامر لأ لعبين عاديين طيب اللعبين عاديين دول عشان اكرر كلامي تاني انا ما عنديش شك ان شاء الله بإذن الله بإذن الله ان احنا هنعمل مباراتين في منطقة القوة قدام المنتخب السنغالي بالقلب والروح والحماس والامكانيات اللي موجودة بس نفسي خش مبارات السنغال او اي مباراة جبيرة في القرارة الافريقية مع منتخب مليان لعبين صفة اول في الدوليات الاوروبية اقول لأ انا في نفس القوة مش مستني اللو لأ بالقلب يا جماعة وبالحماس ان شاء الله هنكسب لا بالكورة بالفنيات بالاسماء لا انا اكسب اصلا يعني وتبقى المفاجئة لو خسرت فان شاء الله بإذن الله الامور تعدي في مباراتين السنغال بس محتاجين نوعا نتكلم كتير في الامور دي كتير اوش حد هيجي يقولك هو انت ليه بتجمع دلوقتي زمالك واهلي زمالك خرج بس الاهلي لسه في البطولة الاهلي ما يخسرش مباراتين ما يفعش تبقى انت حمل لقب بالمناسبة دور عبطال افريقية المسلمين متاليين وتخسر من فريق زهاب وعودة على فكرة اول مرة مسلماني يخسر مباراتين في دور عبطال افريقية تخسر مباراتين بدون داعي بدون داعي الزمالك ما ينفعش بالتشكيلة اللي كلها دوليين دي يخسر قبل جولتين من النهاية يعني يخرج من البطولة قبل جولتين من النهاية في دور المجموعات دي حاجة كبيرة اوي دي حاجة كبيرة ومش منطقية ما ينفعش نمر الامور دي مرور الكرام ونتعامل مع الموضوع التاني وتالت وألف انها اهلي وزمالك ونعمل الكوميكس والثور والهزار والضحك كلنا خسرانين كلنا خسرين لما الزمالك يخسر كلنا خسرين لما الاهلي يخسر كلنا خسرانين فبس انا حبيت يعني اطلع زعلي انا عارف انت كلكم زعلانين بس انا مش عايزة طلع زعلي النهاردة على فكرة تمسك في لاعب ونمسك في مدرب ويبقى كده خلصنا الحكاية على مباراة والسلام ده الموضوع اكيد اكبر من كده أكيد أكبر من كده وإحنا ما شاء الله يعني بلد بتتطور في كل تفصيلة فيها كل تفصيلة في البلد دي بتتطور مهم جدا أن احنا نشتغل كمان على الكورة ونشتغل على الرياضة عشان نتطورها هي كمان وتبقى الأمور جيدة